رجعنا لكم تاني معنا عمر لاشين أصغر محلل رياضي عمر يا صباح الخيرات يا ابتال عملي أنا زايل فل الحمد لله تليك كمان على فكرة جماعة عمر ليه تجربة احترافية كمدرب يعني هو راجل كمان عنده رخصة بيه من الاتحاد الأوروبي ويطلع عمل معايشة كمدرب فأنا طبعا أنا فخور بجد أنت حد في السن ده واخد التراك دين واخدها من بدري برافو عليك طيب عايزين نتكلم على منتخب مصر أنت عندك عمل شغل بقى في المنضوع ده تشايف ليه أداء منتخب مصر في الأول ما كانش في أفضل حالاته زي ما أنا بقول كده ما كانش لا ليه لون ولا طعم ولا ريحة خالص في الشهد الأول يمكن كمان تحسن في آخر رينك الخمس دقيقة يقول لها حاجة في الشهد الأول وبعد كده في تغير حصل في الشهد الثاني أنت عندك حالات آه أول حاجة بس مبروك منتخب مصر والحمد لله أننا وصلنا وإن شاء الله نعم حاجة كويسة في كونتفور في داية السنة الجاية بس آه هو الأداء النهاردة بدأ بالذات بالكورة بدأ مش كويس قويس كذا سبب إن إحنا كانت الفرقة الثانية غينية كانت متكتلة في نص الملعب مكناش إن إحنا عارفين نوصل للفريمان أو الرجل الفاضي اللي عندنا فذلك كنا بنوصل أو بنبروغرس أو بنطور الهجم بتاعتنا مش بأكتر حاجة مسترياحة فساعتها كان بيبقى ساعة لقوي إن غينية تقطع الكورة وتيجي علينا بهجمات مرتدة وده اللي حصل فعن في جنة الأول بتاعهم أوكي بس هو يعني لغاية ما حصل لأولا غينية دخلت سجلات الهدف الأول إحنا كان تقريبا ما كانش لنا ولا هجمة واحدة أو جملة واحدة توحد ربنا يعني تماما هي النقطة في الموضوع ده وإنت معاك كورة إنه بيبقى مهم إن أنت اللعيبة ما بين نص الملعب واللعيبة في الحتة اللي قدامي يبقوا ريبين من بعض فإحنا كان فيه جاب أو مساحة كبيرة ما بين الناس اللي في نص الملعب والناس اللي قدام فكانت بيبقى كتير قوي بيبقى فيه مسباس أو بيبقى مش سهل إن أنت توصل لهم الكورة بطريقة إنهم ما يسلموا بطريقة مستريحة دايما إن كان بيبقى فيه واحد في ظهره إنه هو إطاحها منه أو لو أنت مش عارس توصلها كان بتطلع في الأوت فالموضوع كان بيبقى أقول لك حاجة من المفرقات يا عمر ومعرفش من المفرقات يعني معرفش دين يعني ممكن تبقى من سخرية القضاء أو لا أول كرة يمسكها مصطفى محمد تقريباً كانت في دقيقة 20 أو 25 تبتخيل أنا آه كان فيه كرة يمكن قبل كده بشوية كان هو حاول يعمل الوصلة دي لما بين نص الملعب والناس اللي قدام بأنه كان بيحاول يسقط تحت يتواصل مع الناس اللي في نص الملعب وده حصل تاني في الجون يعني بس هو لما الفكرة إنه هو مش بيبقى سهل إن احنا نوصل له كرة فهو بينزل إنه هو بيعمل ستاب الزيادة دي إنه هو ينزل يستلم في نص الملعب بس زي ما كنا بنقول إحنا الجاب اللي في نص الملعب ما بين نص الملعب والناس اللي قدام كان بيبقى فيه صعوبة قوي إن احنا نوصل الكرة لمحمد صلاح ومصطفى محمد وستريزيجي يمكن عمر مرموش عنده حتة زيادة وكان خسارة إنه هو تنعب في أول خمس دقيقة صحيح إنه هو بيعرف يأخذ كرة في رجله أكتر وبيعرف يتحرك من على الخط الجوة فبيستلم بيعرف يستلم الكرة واللعيب في ظهره ويعرف يخش بيها حتى أول كرتين عملهم وبعدين تاني واحدة تصف فيها وخرجوا على طول تريزيجية بياخد أكتر في المساحة فلما صلاح بياخد في المساحة أكتر وتريزيجية بياخد في المساحة أكتر طب يبقى الوصلة بتبقى صعبة ما بين نص الملعب والناس اللي قدامي إحنا صحيح إحنا جماعة عايزين كمال نتطمن على عمر مرموش أخبار الأصابة بتاعته إيه يعني لو في أي معلومات يريد نعرفها طيب عمر إنت عندك حالات عايزة السعادة صحيح كده يلا بينا نبدأ فيه هو فيه واحدة في الديئة 11 ده كان بس كان بيوري إزاي عندنا الاتنين وتلاتة اللي في نص الملعب هم اللي في الصورة دلوقتي هم بيقريبين من بعض عساس أن هم يبتدوا يحركوا غينيا من ناحية ناحية ويبتدوا يوصلوا للإطراف أو الناس اللي في النص سواء مصطفى محمد أو محمد صلاح أو تريزيجية فمن كتر ما كانت الدنيا متكتلة وإحنا مش عارفين نوصل للناس بسهولة لو جبنا الصورة اللي قبل كده معلاش ملاش يا جماعة هنرجع تاني احنا كنا بنحاول ننقل الكرة وفي الآخر لو روحنا لصورة اللي بعدها لما جينا وصلنا الكرة اللي تريزيجية في الصورة اللي بعد كده اللي بعدها يا شباب كان فيه واحد في ظهره وإدم ما هو يقطعها على طول فإحنا بنحاول نوصل الكرة من ناحية لناحية بس مش قادرين نوصل للراجل الفاضي أو الفريمان فلما حد كان بيجي له الكرة في الحالة دي تريزيجية كان بيبقى واحد في ظهره على طول وبيقطعها منه هل دي مشكلة أن احنا مش عارفين أن احنا نروح نتحرك لي المساحة أو المساحة الخالية اللي ما فيهاش مرابب هو احنا عملناها بعد كده فهي موجودة وهي ليها كذا طريقة أن احنا نوصل حرارتك بتقوله هو ألف به تحرك سريع بالزبط هو ليها كذا طريقة بس فريق غنيا كان منظم وإحنا كنا بطاقة قوي في أن احنا نحرك الكرة فعبال لما كنا نحرك الكرة من ناحية لناحية ونوصلها للعيب اللي احنا عايزين نوصله له اللي هو واحد نتاته لقدام كان بيبقى خلاص فريق غنيا بيبقى رحل وبيبقى خلاص قادر أنه قريب من كرة نوعي اقطاعها فبعد كده لما عملنا كذا حاجة الموضوع بقى أحسن يعني الحالة اللي بعدية يا رجالة سنزول لك أنه في آخر الشطر الأوليني احنا شفنا كم باصة سريعة جدا حتى أنا قلت وانا احنا بنتفرج طب احنا بنعرف نعمل اهو يعني بنعرف بنلعب اهو طب ليه احنا مصعبينها على نفسنا بذبت وانواري الحالة دلوقتي بس برضو نفس الحاجة هنا في ديئة 29 اه في ديئة 29 احنا برضو في مجموعة الخمسة الخمسة اللي وراء اللي هما بينقلوا الكرة من ناحية لناحية عساس انهم ما يفتحوا المساحات برضو بنحاول ننقل الكرة من ناحية لناحية هنا وهتلاقي ان في الصورة اللي بعد كده لما الكرة اللي بعد كده تاني رحت لعلي جبر حاول انه هو ما لقاش مساحة في النص حاول انه يلعب واحدة فوق البلوك بتاع غيني عساس انه يلعب في دهرهم بس هو اصلا كانوا متأخرين فانه يلعب في دهرهم ما فيش مساحة قوي فالكرة اللي ترزيجية عايزها هو عايزها في المساحة اه بس هو دلوقتي السلامة عند موطية الجزاء فما كانش سهلة بالنسبة له فهادي في امكان في اول نص ساعة بالذات 35 دقيقة الموضوع ما كانش السهل ان احنا نلاقيه مساحات ان احنا نشتغل فيها وبالذات ان احنا نعمل الوصلة ما بين نص الملعب والهجوم عزيم جدا مقدرناش لغاية دلوقتي احنا نطور الهجوم نتكلم في دقيقة يا جماعة 30 مقدرناش متخب مصر مقدرش ان هو يطور الهجوم ما كانش فيه تقارب ما بين الخطوط بتاعته ما بين منطقة الوسط والهجوم صح كده؟ بالزبط تمام الحالة البعدية هما دول الحالتين الاساسيين بالنسبة ل ده في شرط الاول ده في شرط الاول في ده بقى وقت ما احنا تحسننا اللي هو بعد الديقة 35 ازاي بقى شكلنا احسن يعني في وده تحديدا بعد ما جي الجن فينا وي كأن يعني انا كنت بقول والله انا كنت بقول يعني يا جماعة مدام احنا كده تحسننا يعني وكان في الاداء كان مغير تماما بعد الجن ياريت كان الجن يجي فينا في اول خمس ده عشان نعرف نلعب يعني تفضل ياو يمكن ساعات عشان لما بتبقى انت محتاج بتتعادل وعارف انت محتاج تتعادل وانت بقى تمام فبقى تلعب يمكن وانت مربوط سنة يمكن الجن اللي دخل فينا زي ما حدتك بتقول حررنا شوية وبتدينا ننفذ ومن غير معرف نا ما كنتش معهم ولا بس معهم في كرة اسرع شوية اكيد هما ده اللي كانوا بيقولوا ان هما يلعبوا كرة اسرع وان هما يوصلوا بطريقة اسرع بالذات ان غينيا ما كانوا سايبننا كرة يعني هما ما كانوش بيغمروا زيادة ولا هما كمان كنوا بيغمروا زيادة واحنا الاتنين كنا في نفس المركب شوية مين عايز الكرة ومين مش عايزها طب خلينا نتكلم على الحلة دي اه احنا الفرق اللي حسنا بقى او ايه اللي خلنا يبقى شكلنا احسن هو يمكن لعيب ناس مركزتش معاه قوي وهو زيزو ان زيزو عنده حاجة ان هو بيعرف يختارك في نص الملعب او حتى على الاطراف بياخد الكرة بيدريبل بيها كويس قوي وساعتها دي طريقة بان انت تعرف تزوء الفرقة لقدام زوء فرقتك انت لقدام فلما تزوء فرقتك لقدام في نص ملعب واحد بتخلي ان المسافات قريبة بدل من انت الفرقة كلها متوزعة على الملعب كله بقت الفرقة كلها متوزعة في نص ملعب واحد حدرتك فيها مقرص دي بس فهي زيزو الفكرة انه لما بياخد الكرة موجودة في الحالة دي برضو لما بياخد الكرة ويجري بيها ساعتها بيزوء الفرقة كلها لقدام وبيبقى فيه بالطبيعة بيبقى فيه النص الملعب بيبقى اقرب له الهجوم لو شفنا في الحالة دي هو زيزو اخد الكرة وعدة من واحد ومحمد صلاح قطع لجوه بالضبط ومحمد صلاح قطع جوه بالضبط كده محمد صلاح فضى نفسه ونزل شوية وابتدى نراحل الكرة الناحية التانية ودلوقتي لو وقفنا هنا بقى عندك واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة وانت في التلت الاخراني بتاعهم وده انت ممكن ما وصلت لهاش خالص او لما كنتبت وصل لهم في التلت الاخراني كان بيبقى واحد او اتنين وبنجري حوالينا في سنة احساس ان احنا نعرف وده كان هجمة خطيرة جدا لتريزيجية ده اعتقد الفرصة اللي ضياحها محمد صلاح بشكل غريب جدا هي في الاخر دي خلصت بكروس لمصطفى محمد او يمكن وصلت لمحمد صلاح في الاخر بس الهدف من الحالة يبقى مش هي ده اللعبة الهدف من الحالة دي كان ان انا وري ان ازاي ان احنا ان نفضي نفسنا او ازاي ان احنا نعرف ان نلاقي الفريمان وان احنا ازاي ان احنا نزق الفرقتنا القدام هو حاجة منهم هي الدريبلينج اللي هي اللي عملها زيزو ساعتها لما انت بدريبل غزبا عن فرقة تانية لازم حد هيجي يقفل عليك فلما حد بيجي يقرب لك يقفل عليك مدافع من الفرقة التانية بيفضي حد تاني الحالة دي كان صلاح خلاص دي من احد الحلول يعني اللي كانت بناءة في التحرك بتاع اللعيبة وكان فهمهم لطبيعة المركز بقيتهم عشان يحاول انهم يفضوا اماكن اخرى ماشي اوكي ايه الحالة البعدية؟ لو جبنا حالة الجن افتكر في صورة قبل كده كمان ولا لو ما فيش خلاص دي اول واحدة اعتقد استلم الكرة استلم الكرة محمد حمدي بذقه لقدام خلته ان هو يخدها ويزق الفرقة لقدامي لو الموضوع واضع وبعدين لما هو دهل زيزو لو شايفين ان هو اتحرك منع اليمين لأقصى الشمال في الكرة دي وطريقة تانية ازاي نفضي نفسنا هو ان احنا التحرك من غير كرة التحرك من غير كرة هو اللي هيفضي لما يبقى فيه شوية تحرك من غير كرة هيخلي اللعيبة وهي كمان برضو الباصة الباصة هي باصة سحرية جدا يعني باصة للامام هي اللي خلت تريزيجيه في الوضع ده منفردا يعني بالضبط يعني فهي دي الفكرة ان هو محمد حمدي لما لعب الكرة لزيزو اللي هو اصلا متحرك يعمل زيادة ناحية الشمال بقى هو تريزيجيه وزيزو الاتنين في نفس الناحية واستلم زيزو واحدة الجوة والتانية لعبها في الحتة اللي هو عايزها لزي ما كنا نتكلم قبل كده لاخدها في المساحة فده فك الدنيا زي ما احنا كنا نقول قبل كده ولو نرجع تاني لأول نقطة ان احنا كانوا هم غنيا متكتلين ومش عارفين نوصل لحد فاضي فلما كان بيبقى لما بتعمل تحرك من أقصى اليمين لأقصى الشمال وبتعمل زيادة بدل ما كان بيقى فيه واحد الباكرة يتمسكه بتاع الفرقة التانية بقى فيه اثنين والسلامها زيزو يدي فرصة لانترزيجيه انه هو يشتغل في المساحة فده مساعد يعني بشكل كبير ان احنا نوصل للموقف انترزيجيه يبقى عند الخط انه هو يعرف يلف بقريحية ويلعبها لمصطفى محمد اللي هو حطاه هجون في الآخر فده كانت مهمة ده عظيم جدا اشتغل في المساحة اشتغل في المساحة اشتغل في المساحة اشتغل في المساحة